النهاردة انا بتكلمش عن المرضى النفسيين انا بتكلم عن اصحاب الشخصية المزدوجة اللي هما مش مرضى اللي هما بيلبسوا اقناعة كل يوم ويخلعوها بالليل وساعة ما بيخلعوهاش فيه ناس بتستمر بالاقناعة دي طول عمرها الشخص اللي بيروح شغله بيبقى مكتحد وادود والناس كلها بتحبه وبالليل بيدرب مراته وامه واهله الشخص المتدين اللي بيقدي كل اي ان كان دينه كل شعائر دينه بيعمل كل حاجة وبالليل بيبقى في بيوت مجبوهة وبيعمل عكس كده تماما النهاردة احنا هنوصل للليبل اعلى بكتير ليبل جد اعلى بكتير من الزواجات الشخصية شخص اللي بكلمكم عليه النهاردة قدر ان هو يخدع الملكة اليزابيس مش بس كده ده قدر يصاحب الامير فليب وقدر ان هو يخدع رؤساء اكبر الدول ده غير طبعا كل الناس وكل المحيط اللي حوالي ايه ازيكم عاملين ايه اه طبعا انا عارفة ان المقدمة صعبة شوية القضية صعبة القضية عشان من البداية انا قلت ان بلاس تمنتاشر فيعني اه بجد فيه كلام كتير مش لطيفة انا حاولت ان انا قاعد دي وحاولوا ياريتكم كهموكم كيفية معايا في القضية دي اه بحبكم كلكم شكرا جدا جدا على كل الناس اللي بتعمل لايك من قبل ما تشوف ومش عايز اهول عليكم في المقدمة خلونا نبدأ في قضية النهاردة على احداث قصتنا النهاردة بتدور في كندا تحديدا في مدينة صغيرة اسمها تويد موجودة في انتاريو في تورانتو بصوا البلدة بتاع تويد دي يا جماعة كان مجتمع هادي جدا المجتمع كله يعتبر من رجال الجيش المتقاعدين اه او اي شخص متقاعد كان عادة بيحب يروح البلدة دي ليه بقى كمية هدوء غير طبعية كمية مناظر طبعية جميلة اي حد كان بيحب ان هو يريح دماغه وخلاص بقى بعد المشوار وبعد جهد كبير جدا في شغله سنين ويتقاعد كان بيحب ان هو يروح ييقعد في البلدة بتاع تويد دي والبلدة كانت يا جماعة هادية جدا اه ما فيهاش اي جرائم نهائي توسكر مفيش جرائم بتحصل نهائي خالص هناك فعليا يعني من سنين وسنين مفيش جرائم سرقة حتى البلد فعلا ما بيحصلش فيها حاجة كل واحد في حاله البلد عدد سكانها كان الف وستمائة شخص فقط لغير تخيالوا كانوا عارفين بعض بالاسامي يعني الجد اه كل واحد عارف التاني ده غير ان اصلا اللي كان مخوف ان اي حد ان يحصل اي حاجة في البلد دي ان هما كان جنبيهم قاعدة جوية عسكرية وكانوا خايفين جدا يعني اي حد هيفكر ارتكب جريمة هيترعب اصلا يعني سبكم من الشرطة اللي موجودة كمان في قاعدة عسكرية وفي زباط جيش كتير موجودين ورطب كبيرة متقاعدة عايشين في البلد دي فزي ما بقال لكم البلد دي كانت كل الناس فيها من كتر الامان محدش بيقفل باب بيته كل الابواب يا جماعة مفتوحة وكل واحد حاسس بالامان بيروح شغله لا فيه باب لا فيه شباك ممش اي حاجة من الكلام ده كله بيت قفل وعايشين حياتهم بمنتهى الاريحية ويعني امش ما اقدرش اقول لكم حاجة اكتر من كده بجد عن البلد بس انا حبيت اتأكد على فكرة ان محدش خالص كان بيفكر يقفل باب وشباك وفجأة كده يا جماعة في شهر التسعة سنة الفين وسبعة الشرطة اللي ما كانش بيجي لها ولا بلاغ بدأ يجي لها كمية بلاغات غير طبيعية كل عمال يروح يبلغ للشرطة واخدوا بالكم كمية البلاغات اللي هقولها دي الناس اللي اتجرقت فقط لغير ان هي تبلغ لانكم لما اتعرفوا نواية البلاغ هتتصدموا البلاغات يا جماعة دي كانت عن عمليات سرقة وكل عمليات السرقة اللي تمت كانت كلها سرقة مع الاسف لملابس نوم وملابس تانية تخص المراهقات عموما تخص البنات يعني اقول ايه طيب اه انتوا فهمكم افضل يعني انا مقدرش اقول اللفظ بس هي ملابس اه حاجات خاصة ملابس خاصة عموما بيتم سرقتها من الادراج بتاعتهم هما بيبقوا عندهم ادراج مخصصة للملابس دي اه ويتم حد بيدخل بيسرق الاغراض دي وبيخرج مش بس كده ده كمان طبعا زي ما قلت ملابس النوم وكمان بدلات السباحة يعني لبس السباحة بتاعهم بيتسري فهم بدأوا يحسوا بحياة يعني اللي هو حاجة غريبة خدوا لكم الناس دي لما راحت للشرطة الشرطة بدأت تقول لهم في مجوهرات مسروقة في فلوس مسروقة في حاجة دي كده مسروقة والكل يقول لأ بس في حد اقتحم بيتي والناس دي مرعوبة هما متأكدين ان الشخص ده اقتحم البيت وسرق الحاجة دي والشرطة كل اللي هميبها هل في مجوهرات ضاعت هل في حاجة ضاعت فالشرطة بدأت ان هي طبعا يعني تدوضع عن الموضوع والناس اللي رايحة اصلا حسب الاحراك فانتوا احرقتوهم اكتر فاللي هما كانوا بيمشروهم يقولوا لهم دوروا بس في الدور يعني في الدرج الغسيل دوروا في الغسالة ممكن الحاجات دي ساعات الغسالة بتشفطها دوروا في معرفش ايه ويمشرو الناس المراهقين يا جماعة كانوا بيحسوا بالاحراك الشديد جدا لدرجة ان محدش كان بيقدر حتى ان هو ينزل يروح يقول اهله آآ في مراهقة من المراهقين فجأة كل ملابسها كل ملابسها اختفت مش قطعة او قطعتين زي ما كان يعني بتتم سرقة باقي البيوت لأ دي الملابس كلها مرة واحدة فطبعا دي كانت حاجة اللي ما يتقلش انها بقى خلاص بقى ضعت في الغسالة ولا انت رمياها ولا الكلام ده لأ دي كل الملابس اتسرقت وبرده ده مع الشرطة ما كانتش بتعمل حاجة الشرطة كانت يعني شايفة الموضوع تافية شوية نقدر نقول بس الكلام بدأ يلف ويدور بين الناس فيه ناس كانت جريئة وبتتكلم وفيه ناس كتير كانت حسب الاحراج وما تقدرش تتكلم في حاجة زي كده وتروح تقول لهم مع الاسف ان مش بس ده اللي كان بيتسرق كان فيه اشخاص متزوجين وكان فيه ادوات معينة بيستخدموها اثناء العلاقة الادوات دي كمان يا جماعة كانت بتتم سرقتها يعني من الاخر هو كان بيسرق كل حاجة لها اي علاقة بالمواضيع يعني بعلاقة بلبس نوم بهكذا سواء من مراهقين سواء من من ناس متزوجين من ناس كبار ايا كان كانت بتتم سرقة الحاجات دي كلها. طبعا عدد كبير منهم ما يقدرش ليتصل بالشرطة يقول ما علش اصلا انا سأسناء العلاقة كنت شارية كزا وكزا وكزا عشان استخدمه فتسرق مني. فطبعا ان ها كان الشخص ده اه الناس بدأت تسميه عموما غريب اطوار مدينة تويد. اه الناس نرعوبة كلها منه لان هو بيقدر يدخل كل البيوت وبيقدر يسمع الحاجات دي والناس ما بتحسش بيه. وفي نفس الوقت الشرطة كمان مش مهتمية بيه. وفي نفس الوقت تاني الناس مش قادرة تتكلم. فالوضع في مدينة تويد يا جماعة في الوقت ده كان بجد في قمة السوق. البلدة اللي انا قلت لكم انها قمة الهدوء اتحولت لقمة الفوضى. الشرطة هنا بقى خلاص بعد كل اللي بيحصل ده الناس زهقت. ليه بقى? لان الناس اللي كانت الشرطة عملة تقول لهم روحوا دوروا دوروا في بيتكو دوروا هنا دوروا هنا. الناس دي يا جماعة بيوتها بدأ يتم اقتحامها اكتر من مرة. اه وبدأوا ان هم بقى يركزوا مع الادراك بتاعتهم. ويشوفوا هم حاطين ايه فين ومش حاطين ايه فين. وهل نقص فعلا ولا منقص? وإيه اللي نقص وإيه اللي منقص? لدرجة ان في بيت يا جماعة تم اقتحامه نفس البيت تسع مرات متتاليين. يعني الشخص ما كانش يعني من النوع اللي هو بيحب يرجع لمسرح الجريمة تاني. فهنا الناس خلاص بدأوا ان هم كلهم يتجمعوا ويروحوا للشرطة اللي هو شوفوا لنا حل. وهنا الشرطة بدأت تحس ان فعلا في حاجة غلط. وبدأوا فعلا ان هم يحاولوا يمسكوا الشخص ده. فحد شمال الشرطة عارف يعمل ايه? ولا يمسكوا ازاي? بدأوا يقولوا للناس اللي بتروح لهم وركزوا بالكم اللي بيروحوا لهم فقط لغير. آآ يفيلوا بقى يفيلوا الابواب بتأكدوا ان الشبابك مقفولة وهكذا. بس ده كل اللي الشرطة قدرت تعمله. انما ان هم يقدروا ياخدوا حاجة او يلاقوا دليل هم شخص ده ما كانش بيسيب وراء اي ادلة ابدا واي بيت راحو ملقوش فيه لبصمة ولا اي حاجة خالص تدل على وجود الشخص ده. وبعد سنتين يا جماعة تقريبا من البلاغات اللي كانت بتحصل كل ده بتتم السرقة. بس في يوم سبعتاشر تسعة سنة الفين وتسعة كان فيه سيدة شابة لسه والدة من تمن اسابية موجودة في البيت هي وابنها. وفي الوقت ده زوجها كان شغال سائق شاحنة. فزوجها يا جماعة كان على طول بيسافر لرحلات. واليوم ده بالذات هي كان في البيت لوحديها. في الوقت ده صحكت نايمة وابناها نايم جنبيها وصحيت من النوم على شخص واقف باصص للسرير بتاعها. البيت الست هنا ما قدرتش ان هي تسرق وهو على طول ضربها بمضرب على رأسها. اول ما ضرب السيدة دي السيدة اغمى عليها. لما فاقت وارجع لها الوعي بدأت شافت ان هي متربطة في كرسي. وعنيها مربوطة يعني مغمي عنيها. وفي نفس الوقت حاطت شريط لاصق على بقها. في الوقت ده حاولت من خلال شريط اللاصق ان هي تترجع ان هو ما يقتلهاش وما يقتلش ابنها. وهي بتحاول ان هي تتكلم وكلامها طبعا مش واضح. في الوقت ده سمعت صوت كاميرا بتصور. الكاميرا يا جماعة فضلت تصور. الست دي بعد ما سمعت صوت الكاميرا بتصور. قال لها لو اتعاونتي معايا انا مش هقزي ابنك ولا هقزيكي. بس اتعاوني معايا وما تطلعيش اي صوت. وهنا راح فك السيدة دي. وبدأ يا جماعة ان هو يأمرها لساعات وساعات طويلة انها تلبس ملابس معينة وانه يصورها بالملابس دي. وبدأ يا جماعة يطلب منها ان هي تقف اوضاع مهينة جدا. ويعني حاجة كمت يعني مش عارفة اقول ايه? المهم ان السيدة فضلت تسمع كل كلامه كل ده خايفة على ابنها اللي لسه مولود. فضلت ان هي تقول له حاضره كل حاجة بيقولها بتعملها وهكزا واستمرت معاه بدأ يقرب منها ويلمسها بطرق مش كويسة بس هو لم يعتدي عليها. وكان بس بيلمسها بطرق مش كويسة. وبعد ما خلص كل الارف اللي هو اعمله ده لم كل الملابس واخدوا بالكم كل ده بيصور بيصور. لم كل الملابس طبعا اللي لبسها لها عشان بصماته او اي حاجة ولما كل حاجة والمضرب اللي ضربها بيه وخد كل حاجة وساب البيت ومشي. وستة طبعا من كتر الرعب اللي هي في هي يقول دعم مالة تعمل كل حاجة وهي مرعوبة ان هو في اي لحظة ايت الابنها وخلوا بالكم هو عمره ما شال الحاجة اللي مغمي بيها عانيها. دي ما بيشلهاش ابدا. مع ان هو كده كده اصلا من البداية هو على طول بيبقى لبس ماسك بس ما بيشلش اللي على عانيهم ابدا. دلوقتي البنت راحت اتصلت بالشرطة. قالت لهم انا حصل معايا كذا 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 كذا. تمام? الشرطة هنا اعتبرت ان السيدة دي بتعمل كده للفت الانتباه فقط لغير. وعايز اقول لكم ان هما ما صدقوهاش. عملوا كل الاجراءات حاولوا ياخدوا بصمات حاولوا يعملوا الحاجات دي. بس الشرطة من جواهم ما صدقوش ان في شخص دخل وعمل كده مع السيدة دي نهائي. خصوصا ان يعني كان عليها اه اثار من الضربة بس الحاجة مش واضحة. هما ما شكوش خالص ان فعلا في شخص دخل عمل كده. بالرغم من كل البلاغات اللي جات لهم قبل كده بس ما توقعوش ان هو اصلا يعني ما ربطوش ما بين السرقة وبين الشخص اللي هي بتقول انه جاء عمل فيها كده. وما صدقوش السيدة. والشخص لما ده رجع لمصرح الجريمة تاني. وسرق من السيدة دي ملابس تاني. وبرضو كان معه الشرطة ما صدقتهاش. يعني اللي هو خلاص اه ده ده بقى ده غير ده. جمع عادي اللي هو السرقة اللي هي الاسسية. انما كان اللي اتنين ليهم رابط ببعض لا الشرطة ما ربطتش بين الموضوع ده. بس انا وانتو دلوقتي واحنا ملاسمع اكيد ربطين ان الشخص بدأ يتطور من سرقة البيوت لان هو يبدأ شوية بشوية دلوقتي يلاق يلبسهم ملابس ويصورهم والموضوع هيفضل يتطور معنا اكتر واكتر لما نكمل القضية مع بعض. المشكلة اللي دايقتني اكتر حاجة في الموضوع اللي دايقت الكل ان هم عملوا ايه مع البنت بقى? هم مش بس مصدقوا هيش. هم قالوا لها جماعة ان هم مش مصدقينها. هم قالوا لها ان اللي هي فيه ده اكتئاب ما بعد الولادة. وهما ما عارفوش يعني ايه اكتئاب ما بعد الولادة اصلا انهم بعمش كده. بس عموما يعني اكتئاب ما بعد الولادة وهو اللي خلاك يجي لك تهيئات وتخيلات ان انت حد دخل وعمل معاك الكلام ده ويمكن غياب زوجك ما اصر عليك. وكمان بيقولوا ان السيدة دي كان معروف ان ليها علاقات كتير. يعني هي الشرطة اتحجاجت بكده. انها اللي هي علاقات مع شباب كتير وبتقابل شباب كتير وزوجها مش موجود. فشكوا انه ممكن يكون واحد منهم وعشان كده يعني ايه برروا عدم تصديقهم للسيدة دي وقتها. وبعد تلاتاشر يوم يا جماعة يعني يوم تلاتين تسعة سنة الفين وتسعة في سيدة تانية اكبر بكتير من السيدة الاولانية الاولانية كانت في العشرينات دي كان عندها ستة واربعين سنة واسمها لويد. لويد يا جماعة اتصلوا بالشرطة اليوم ده قالت لهم ان في شخص اقتحم بيتها او ان في سطو مسلح تم على بيتها. قالت ان هي اليوم ده بالليل كانت قاعدة عادي بتتفرج على التلفزيون وبعدين نعست ونامت على الكنبة وتغطت بالبطانية. بعد كده وهي فجأة نيمة صدمت كانت حاسة ان هي الاول بتحلم بعد كده فائت لقيت ان في حد محاطة ايضا مدخل ايده من تحت البطانية ويحاول ان هو يخنقها. فحاولت ان هي تصرخ فالراجل ده راح اقل لها ايه? اسكتي وعد قومي وعد تتكلمي انا مش لوحدي في البيت ده سطو مسلح احنا عددنا كبير ما تتكلميش وانا دوري في السطو المسلح ده ان انا اتأكد ان انت قاعدة مكانك في منتهى الهدوء ما بتتحركيش وبس كده لو سكتي وما قومتيش انا مش هعمل لك حاجة ومش هازيكي وهناخد اللي احنا عايزينه ونمشي. فالويد قالت ان هي كانت مرعوبة جدا وكانت خايفة وبدأت تسمع كلامه. بطول ان الشخص ده برضو راح على طول خاطت ايده تحت البطنية ومغمي عينيها. خطت شديد لصق على بقها وربط ايديها وربط رجليها. بعدها برضو راح جاب سكينة وقطع كل ما لبسها. بعدها سمعت صوت كاميرا بتصور. وبعدها برضو بدأ يقول لها ان هو حاليا معاه اه مسدس يقدر يتلقي النار عليها يقدر يتبحها يقدر يخنقها يقدر يعمل فيها كل اللي هو عايزه. وممكن يقتلوها في اي لحظة. فالحل الوحيد اللي قدامها ان هي تسمع كل كلمة يقولها. وكان بيطلب منها نفس الكلام. راح وجاب لها ملابس من فوق. وبدأ ان هو يوقفها في اوضاع مهينة جدا. ويخليها يعني تستخدم ادوات مهينة. وبعدين يا جماعة بتقول ان هي فجأة قالت له ان هي مش قادرة تستحمل وان هي حاسة بالصداع. فشخص ده هنا عمل حاجة غريبة قوي. الشخص ده فضل ياخدها يتحرج بيها من المكان اللي هي فيه. يعني يقود الطريق لان هو خلاص مغمي يعنيها. فمسكها ممشيها زي ما تكون يعني عمية وهو بيمشيها. وراح طالع بيها. لحد الحمام اللي في بيتها. وبعد كده راح جاب لها اسبرين. وبعد ما اعطيها الاسبرين قاعد يطبطب على رأسها كده اللي هو ايه اللي هو كانو بيقول لها انا اسف. وبعدين بعد ما عمل كده راح بقى رجع يكمل اللي هو بيعمله. بدأ يجيب ملابس اكتر واحاجات اكتر ويصورها صور اكتر. بتقول لحد ما استعجات اربعة ونص صبح. والراجل ده فجأة لم كل الهدوم وكل الادوات اللي خلقت استخدمها واللي استخدمتها في التصوير وكل حاجته كل لبس لبسته. لم كل حاجة وخدها على طول وخرج من البيت. الشرطة هنا يا جماعة بعد التقرير ده فهموا على طول ان في حاجة غلط ده تاني تقرير تقريبا بنفس الاسلوب بنفس كل حاجة آآ كل حاجة بيعملها في الجريمة نفس نمط الجريمة آآ بس هنا بدأوا ان هما في ناس قالت بدأوا يحذروا السكان اللي في مدينة تويد. وفي مصدر تاني قال لا هما ما حذروش حد. هما اصلا كانوا شايفين ان القاتل ده ما بيسبش اي قثر وراه وما كانوش عايزين ان هما يخلوا الناس في مدينة تويد يصابوا بالزعر والهلع والكلام ده. والمصدر التاني انا شايفة ان هو اصدق وهقول لكم ليه بعد كده. آآ المصدر التاني هيجي معانا قريب آآ لان ليه قصة لوحده. بس عموما ان هما بيقولوا بعد كده القضية ما خلصت ان هما كانوا مبلغين الكل وايليل الكل. بس طبعا هما كده فهموا ان في حاجة غلط وان السيدة الاولانية كده ما بقيتش بتجذب. بس الشخص ده ما بيسبش قد الله وراه. ما كانش في ايدهم اي حاجة يعملوها. بعثها يا جماعة في يوم تسعة وعشرين عشرة سنة الفين وتسعة. في حاجة غريبة حصلت. في شخص كان اسمه لاري جونز. لاري جونز ده يا جماعة كان معروف عنه شوية ان هو شخص غريب الاطور. وان الشخص ده يا جماعة اللي هو ما عندوش اصدقاء كتير. ما بيصاحبش ناس كتير. ما بيتكلمش كتير. كان عندو مزرعة قريبة موجودة في مدينة تويد. وفي نفس الوقت الشخص ده كان بيروح يعمل اعمال في المنازل. يعني لو حد عايز يزبط الاشجار في الحديقة. حد عندو مشكلة سباكة اللي هو كان بيعمل زي اعمال شغال يعني كده اعمال يومية. المهم ان اخر ضحية بتاعتنا واللي اسمها لويد قالت ان ده هي حاسة ان صوته مقارب جدا للصوت الشخص اللي جيه واقتحم بيتها. الشرطة هنا اتذكرت ان لاري جونز من فترة قريبة كان داخل في مشدة مع شخص. والشخص ده خناقة كبيرة لدرجة ان الشخص ده اطلق النار عليه في ايده. يعني الشخص هو اللي اطلق على لاري في ايده. المهم يعني ان هم شافوا ان لاري بتاع مشاكل وغريب اطوار فشكوا جدا جدا فيه. والستة تعرفت على صوته. فعلى طول يا ماعة لاري في يوم رجع لبيته. لأ في عشرين زابط ويمكن اكتر محوطين مزرعة بتاعته كلها. بيفتشوا في كل مكان. اشارتها كانت راحة هناك وهي معاها مذكرة تفتيش اصلا. بصوا اخدوا كل اجهازه الالكترونية. قلبوا البيت كله كله. بهدلوله البيت كله. اخدوا سكاكين. هما لما قلبوا البيت كانوا بفكروا ان هما هيلاقوا بقى كمية كبيرة من الملابس النسائية لان هما واسقين ان ده شخص كده واضح ان هو معتدي متسلسل او هو لسه ما وصلش كمان لموضوع معتدي هو عنده هوس بالملابس النسائية وبيروح يسرقها فده صارك متسلسل نقدر نقول لحد المرحلة دي وان هو بس بهين النساء بتصويرهم. فهم كانوا شايفين ان هما هيلاقوا كم كبير من الملابس النسائية عنده انه بياخد الحاجات دي كطروفي. ملقوش حاجة من الكلام اللي هما بيدوروا عليه ده. اه زي ما قلت لكم اخدوا كل الاجهزة سككين. اي حاجة اي حاجة ممكن تقول لهم ان ده ممكن يكون استخدامها في اي جريمة من الجرائم اللي حصلت كانوا بياخدوها معيهم. وفي نفس الوقت اخدوا لاري نفسه للتحقيق. وبدأ يا جماعة التحقيق معاه من غير ما يقولوله اصلا هم قابضين عليه ليه? ما بدأوا التحقيق معاه بدأوا يسألوها اسئلة غريبة جدا. قاعد يقولوله اه هو انت شاز? هو انت حتم الاعتداءة اللي كنت اه صغير? هو انت مسلا اه عندك هوس بالملابس النسائية? هو انت شخص يعني بتحيح عندك ميل للبنات او الاصغر سنا? هل انت مش هو عمال مش عارف حاجة? لحد ما بدأ يربط شوية ان هو سمع عن موضوع ان فيه صريقات وفيه حاجات كده بتحصل في تويت. فهي انا راح اقلهم بصوا انا ما ارتكبتش اي جريمة. اعملوا اللي انتوا عايزينه. انا مصر ان انا اخضع لاختبار كشف الكذب. انا هاخض عدوات اختبار كشف الكذب. وانتوا وخدوا الحمض النووي وخدوا بصماتي وخدوا اللي انتوا عايزينه كله. بس انا بريء وعايز قسمة برقتي. وفعلا خضع لاري جونز الاختبار الكشف الكذب. وطلع ان اللي هو عدى الاختبار ما فيه بكذبش في اي حاجة. في نفس الوقت ادهم بصماته وادهم دي ان ايه? بس ما تنسوش ان ما كانش فيه اي حاجة يا جماعة كرنوبي ضدها. الشخص اللي بيروح ما بيسيبش دليل. فهم مش هيستفيدوا حاجة خالص من ان هما ياخدوا من لاري جونز اي حاجة. بس هما شافوا منه هنا حسن النية. معدى من اختبار كشف الكذب. معندهمش دليل ضده ملوش اي حاجة في كل الحاجات اللي خدوها دي. فطبعا اضطروا ان هما يسبوه يروح. بس بعد اكتر من ثلاث ساعات ضغط في الاستجواب وهو اصلا ما كانش ليه زنب في حاجة. واضح جدا ان السيدة لويت كانت في واضحها طبعا نفسيدها كانت تعبانة. يبكي كانت اخر حاجة لان هو عمل لها اعمال في حديقتها قبل كده. كان اخر شخص يعني سمعت صوته وربطت الاصوات ببعض. بس هو ما طلعش ان هو لاري جونز نهائي. بالرغم يا جماعة من ان الشرطة برقت لاري جونز نهائي. وقالت انه ملوش اي علاقة بالموضوع. اللي ان كل الناس في مدينة تويد خلاص اقتنعوا ان هو ده غريب اطوار مدينة تويد والناس بدأت تبعد عنه. عايز اقولكم ان لاري جونز بعد كم يوم حصلت حدثة في بيته وكان عنده بنت اسمها كريستن. البنت دي يا جماعة برضو تمت سرقة ملابس من بيتها. والبنت راحت وقالت لولدها وولدها قال لها ان هي لو بلغت الشرطة او قالوا حاجة للشرطة هيفكروا ان هو بيقولت كده عشان يبعد شبهة عن نفسه. كمان في نفس ذات الوقت. يعني بيوم بالضبط او يومين. السقف بتاعه في حد دخل منه للبيت بتاعه وقدر ان هو يسرق بعض المعدات. هنا لأ لاري خاف ان من سرقة المعدات دي واتصل بالشرطة وبلغ. بس عمره ما قدر ان هو يستعيد المعدات بتاعته ابدا. الشرطة كتب التقرير بس ما حدش لها اي حاجة من الحاجات اللي تسرقت من بيت لاري. وقتها برضو بقال لهم على اللي حصل بس برضو الموضوع مر مرور الكرامة. ونيجي بقى في بلد تقريبا بلد تويت بالزر. البلدة دي اسمها بلدة بيلفل. خصوا بقى. في بلدة كان عايش هناك زوجين او نقدر نقول حبيبين اه في مصادر كده بتقول كده ان هما متجوزين ومصادر لا. المهم ان يا جماعة في شهر احداشر سنة الفين وتسعة كانت السيدة دي واللي كان اسمها مارسيلا كوك وزوجها اللي كان اسمه هاورد براي المفروض ان هما عندهم بيت وعايشين في مع بعض. بس اليوم ده كان مسافر في رحلة عمل. ومارسيلا رجعت للبيت ولما رجعت للبيت لحظت على طول ان الدرج بتاع الملابس بتاعتها بتاع الملابس النسائية بتاعتها مفتوح لبرها شوية. فلما فتحت الدرج لحظت على طول ان في حاجات نقصة. وخدوا بالكم السيدة دي كان عندها اصدقاء من مدينة تويد. وكانوا الاصدقاء دول بيتوصلوا معاها بتزورهم وبيزوروها. وكانت عارفة عن اللي بيحصل في مدينة تويد. فبدأت هنا ان هي تحاول تدور في البيت كله. قلبة البيت من اول والاخر عشان تلاقي الملابس دي. ادرش تلاقيها. وهنا حست بالرعب الشديد وعلى طول اتصلت بواحدة صديقتها وطلبت منها ان هي تيجي تقضي ليلة معاها لان هي مرعوبة. فصديقتها جت. فبدأت ناج صديقتها بتقول لها قوليلي انا مجنونة هل الحاجات دي فعلا ضاعت واختفت ولا فعلا في حد جهة? وانا واسقة يعني المرسلة كانت منظمة جدا ومن النوع لكل حاجتها متقفلة تقول لها انا مستحيل اسيب درجة مفتوحة. فانا واسقة ان في حد دخل بيتي. فهنا صاحبتها وفضلت تهدي فيها والدنيا تمام ومفيش حاجة وبدأت تدور معها وتساعدها لحد ما زوجها هاورد جي تاني يوم الصبح. زوجها هاورد لما جي تاني يوم الصبح كانت هي اكتشفت مصيبة تانية بالليل مع صاحبتها. اني مش بس ناقص كده. لا ده كمان فيه اداة برضو من ادوات هي بتستخدمها. اه ادوات يعني عموما. انا بصراحة انا مش حارف اتكلم. اه المهم الاداة دي اه اتسرقت. تمام? وهي كانت في كمة الاهانة والاحراج والراض. بس حاجة لزوجها وقالت له حصل كذا كذا ولازم نبلغ الشرطة. في الوقت ده زوجها رفت تماما فكرة تبليغ الشرطة. قالها مش هيحصل حاجة غير ان احنا هنحس بالاحراج وبالاهانة. وهم هيتحكوا علينا وحتى تقرير مش هيكتبوه. مش هيعملوا بلغ اصلا. فهنا هي راحت بالصدفة عادي ماشية هتتجنن عمالة تدور في البيت كله. وهنا هاورد سمع صوت مارسلة بتصرخ صرخة قوية جدا. هو بنفسه قال انه اول ما سمع الصرخة عارف ان فيه مصيبة كبيرة حصلت في البيت. اول هنا ما هو راح عشان يشوف ايه اللي حصل لمرسلة. لأ ان هي وقفة في قودة المكتب قدام كمبيوتر قديم. الكمبيوتر ده محدش بيفتحه ولا بيستخدمه. يعني موجود بقاله فترة يعني لكنينه مش بيستخدموه. بس الكمبيوتر كانت الشاشة بتاعتهم نورة. وخلوا بالكم هي كمان متأكدة انها دورت في المكتب ده مبارح وما كانش فيه حاجة. وكان على الشاشة فيه رسالة مكتوبة باحرف كابتل كبيرة. والرسالة دي كان مكتوب فيها اتحداكي ان انتي تتصلي بالشرطة وتبلغيهم ان انا سرقت وكاتب اسم الاداء اللي هو سرقة. طبعا انا مقدرش اقولك يعني انتو كنت اعملوا سرش بعد كده باسمه بعد ما خلص القضية براحككم هتلاقوا حاجات فوق ما تتخيلوا. المهم ان دلوقتي مرسلة في كمة الرعب مش عارفها تعمل ايه. الجننت طلعت على طول اللي قضيتها فوق وراحت مفتحها كل الادراج. احنا منتكلم في اربع ادراج كاملين. فتحتهم ما لقيتش ولا قطعة ملابس لها. وهنا راحت سرخت سرخت تانية وجوزها هجري وراها. وهنا قال لقى بقى لازم ان احنا نبلغ الشرطة. مرسلة بلغت الشرطة وفي نفس الوقت ابوها ببلغهم فضل التحاول تقنع فيهم ان اللي بيحصل ده ليه علاقة بغريب اطوار مدينة تويد العمال يسرق في الناس. وان هما لازم يحضروا الناس وان الناس تقفل ابوابها والكلام ده. لان برضو في مدينة بالفيل كان نفس كل الناس ما تقفلها يعني كل الناس من فتحها للبيوت. ما حدش حاسس خلص ان فيه جرائم او حاجة زي كده. ما حدش بيقفل بابه. فبدأتقول للشرطة لازم تحذروه هم واضح انه نفس الشخص وبعدين واضح جدا انا متأكدة ان الشخص ده كان مستخبي جوه دولاب من الدواليب وكان موجود في بيتي طول الليلة اللي فاتت. لان الشخص ده انا اتأكدت من كل حاجة ونمت وصحيت لقيت اللي حصل. ويمكن لو لو جود صاحبتي كان حصلي زي اللي حصل كزا سيدة في مدينة تويت زي ما قلت لكم هي كان لها علاقات وكتعارف حاجات كتير من اللي بتحصل هناك. المهم الشرطة نقرت تماما ان فيه اي علاقة بين الاتنين. وما حبيتش ابدا ان هي يعني تصير الزعر في مدينة بيلفل كمان. وعلى طول هنا اللي خدت الدور ده كانت مارسلا. وعشان كده بقول لكم ان فيه مصدر تاني. قال ان الشرطة كانت بتحاول تتكتم على الموضوع نهائي. مارسلا بدأت ان هي تتكلم كل صاحباتها وكل الناس اللي تعرفهم كلهم واحدة واحدة اقفلوا 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 الاباب كويس. فيه شخص غريب متجه. فيه شخص بيتجول. فيه شخص بيعمل كذا. فيه شخص بيقطح من البيوت. وبيصور البنات. فيه خلوا بالكم وهكذا. وطلعت هي بعد كده. في برنامج ووسائقي. وقالت الكلام ده. ان هي بدأت تحذر الكل منه. لان الشرطة ما كانتش بتحذر حد تقريبا. بعد اسبوع يا جماعة من اللي حصل مع مارسلا. الشخص ده قرر ان هو يروح لبيت سيدة تانية وكان اسمها ماري فرانس. ماري فرانس يا جماعة كان عندها اربعة وتلاتين سنة. كانت شغالة مضيف الطيران للجيش الكندي عامتا في القوات الجوية. عموما في الوقت ده مرام معروف عنها ان هي لطيفة ومحبوبة. بتحب جدا التنقل من مكان لمكان. عائلتها اصلا من زمان ابوها وجدها كانوا شغالين في الجيش الكندي. وهي كمان حبت ان هي تلضحك بالجيش. بس تشتغل كمضيف الطيران عشان تنتقل من مكان لمكان. لان هي كانت من النوع اللي بتحب دايما ان هي تجرب كل انواع الاكل اللي في الدنيا. عايزة كل اطعمة بتاعت كل انواع الاكل. فكان من نسبة لها السفار والرحلات والحاجات دي حب حياتها يعني حلم حياتها انها تعمل كده. وعشان كده ده كان من اكبر الاسباب اللي خليتها تلضحك بالجيش. كان معروف عنها ان هي عندها صدقات كتير قوي. ان هي بابلي جدا. اي حد بيشوفها بيحبها. وعلى طول بتعمل صداقة في نص ساعة مع اي شخص تشوفه. كانت محبوها بدرجة كبيرة. كل زملائها بيحبوها. مالي فرانسيا يا جماعة ما انجبتش اي اولاد. بس هي كانت في علاقة طويلة الامد مع شخص بقالهم اربع سنين مع بعض. والشخص ده كان عنده ولدين. والولدين دول كانوا حرفيا بيعشاؤوها. هم اه يا كانت عندها بيتها وهو عنده بيته بس طبعا كانوا بيتقابلوا كتير. وحايد اقولكم ان مهما حصلت مشكلة بينها وبين حبيبها الولدين دول كانوا بيربطوهم تاني وبيرجعوهم تاني لبعض. آآ كمان ماري فرانس سنة الفين واتنين شاركت مع القوات الجوية في الحرب ضد افغانستاني يعني يا عزب الله انا مالوكيلي المهم ان اه اسحابها قالوا عنها ان هي في الوقت ده كانت في رغم الظروف الصعبة اللي هما كانوا فيها اللي هما كانوا فيها اه اخدوا بالكم. آآ في الظروف الصعبة دي هي كانت آآ بتتحك دايما وبتهزر وبتخلي الكل يتحك ويهزر وكانت مبتسمة وبتتحك على طول وما بتضايقش يعني آآ بالعكس ما بتضايقش خالص وكانت يعني مخلية الحرب هينة عليهم. انا ما عافش ازاي اي حرب تبقى هينة على اي انسان بس هم قالوا عنها كده. كمان يا جماعة بسبب شخصيتها دي كانت معروفة جدا كمان شغلها كان كويس جدا. فكانت على طول بتطلع في الرحلات مع رئيس الوزراء بتاعهم. وقتها يا جماعة كانت لسا مخلصها رحلة مع رئيس الوزراء اصلا جولة كبيرة. اتحركوا فيها من راحوا اليابان وبعد كده راحوا روما وبعد كده راحوا الهند بعد كده سنغافورة وبعد كده رجعوا تانيه الكندا. يعني سفروا لكذا مكان. وطبعا بعد رحلة كبيرة زي دي هي كانت مرهقة جدا وكانت محتاجة لفترة راحة. ففي الوقت ده اخدت زي اجازة كده عشان تقدر ان هي ترجع الطاقة بتاعتها. وقعدت رجعت لبيتها. ورجعت لبيتها هي عشان اولا بيتها كان اقرب للقاعدة الجوية. وفي نفس الوقت يعني زي ما قلت لكم هي ما كانتش عايشة مع حبيبها هو كان بيجي لها وبتروح له وهكذا. واحد من اسبوع تقريبا يعني من رجوعها للبيت. بدأت هنا ماري فرانس تحس ان في ملابس كتير وحاجات كتير بتضيع منها. بس هي ما كانتش يعني مركزة خالص وهي كمان كانت من فترة مسافرة متحرفش حاجة خالص ولا تتكلم مع حد ولا تعرف الاخبار لا اللي بتحصل في تويد ولا في بلبل فمفكرتش ابدا ان في اي حاجة غلط وبدأت تقول ان هي بتضيع حاجتها مش اكتر ولا قال. في الوقت ده حبيبها كان بيزورها في خلال الاسبوع يعني كزا مرة. فهي هنا اللي عملته ايه? اه هي فكرت لان هي وحبيبها كانوا بيعملوا مقالف بعض ان حبيبها هو اللي سرق الحاجات دي. فبدأت هنا تتهم وهو ان هو اللي سرقها وهو اخد الموضوع بهيزور في الاول بعد كده الان تتكلم جد جدا ومتعصبة من الموضوع. فبدأ يحرف لها ان هو معراش حاجة وان هو ما اخدش اي حاجة. وانا وانتو عارفين كويس جدا ان مش هو اللي اخد الحاجات دي. فالمهم هي مصدقتوش وفضلت مقتنعة تماما ان هو العمل كده. وفيهم تلاتة وعشرين حداشر سنة الفين وتسعة يا ماعة. اليوم ده ماري فرانس كانت في البيت لوحديها وكان فيه شباك مفتوح في القبو بتاعها. وفي الوقت ده غريب الاطوار بتاعنا قدر ان هو يدخل من شباك القبو وينزل ويدخل جوه القبو. في الوقت ده هي كانت يعني القبو بتاعته هي في الطابق العلوي بتتكلم في التليفون. وكانت بتكلم حبيبها وبيزبطوا مع بعض ان هما بكرة هيتقابلوا على العشب الليل وعي كزا وبيزبطوا الموضوع مع بعض. في الوقت ده اللي سمع صوت غريب في القبو كانت القطة بتاعتها. فالقطة بتاعتها عملت ايه بقى? مشيت وراء الصوت يا جماعة ونزلت لحد القبو تحت وراحت جد وفضلت واقفة شافت ان فيه واحد واقف زاوية من الزوايا والقطة واقفت فضلت مركزة نظارها عليه. بجد تحسوا ان انتو فيلم رعب بجد يعني. وهو واقف سابت ما بتحركش عشان القطة متديش اي الاكشن او تعمل اي صوت. والقطة واقفة مركزة عليه. وفي نفس الوقت فوق خلصت المكالمة بتاعتها وخلاص زبط الليلة خلصت وطلعت ودخلت قضيتها عشان تنام. بس كان فيه بقى عادة عند ماري فرانس وتقريبا عند معظم الناس اللي بيحسوا الوحدة او بيقل وحديهم. بيحبوا يحسوا ان في حد نايم معاهم او جنبيهم. فهي كانت دايما بتحب ان القطة تنام جنبيها. فعملت ايه بقى? بدأت تدور على القطة بتاعتها في البيت كله. وما قدرتش ان هي تلاقي القطة. فهنا المكان الوحيد اللي كان قدامها كان القبو. فقررت ان هي تنزل لقبو المنزل تحت. ولما نزلت لتحت على الطول شافت القطة بتاعتها وقفة. فلسه بتنادي عليها. لقيت ان القطة مركزة على حد واقف في الزاوية. بس ماري فرانس ما خافتش وجريت زي باقي الناس. ماري فرانس تعصبت وبدأت تزعى واعملت تقوله انت مين وانت داخل بيتي ازاي? وايه اللي جابك لهنا? وهو عمال يقرب منها يقرب منها والقطة في النص. وهو عمال يقرب منها. ففي الوقت ده هي بدأت ان هي تقاومه وتحاول تقاومه. بس ما قدرتش عليه. وفي الوقت ده كان هو معي مصباح كهربائي او مصنوع من الحديد. على طول ضربها بيه على رأسها. وهي على طول وقعت وهي فقدة للوعي. كان في عمود كده من اساسات البيت. العمود ده كان موجود في نص القبو. فهو عمل ايه? بقى راح رابط ايديها. وربط رجليها. ويعني في العمود ده. وفي نفس الوقت حط الشريط لصق على بقها. وفي نفس الوقت غمى عينيها. دلوقتي هي بعد ما فائت بدأت ان هي هي مش فاهمة ايه اللي بيحصل. عمالت حاول تتكلم مش عارفة تتكلم. والشخص ده هي حاسة بوجوده حواليها. وبرده بدأت تسمع شغط كاميرا. وفي الوقت ده اللي كانت حسها بيه ان كل هدومها كان واضح ان هي تم تقطعها. ودايما زي ما قلتلكم اول حاجة بيعملها بيقطع الهدوم بالسكينة بعد ما بيربط ويعمل كل الحركات اللي بيعمل هذين. وان الشخص ده عمال يصور ويصور. وهي غير بتحاول ان هي تشتم. يعني يعني هي في الوقت ده بيعز الوقت ده هي عايز تشتموا. فاللي حصل هنا ان هو كانت عمال يصور فيها وبعدين هي سايبها عمالة مع نفسها هتقول ليه عايزة تقوله بعدها روح اخد بعضه وتلعفه عشان يتأكد انه كل الابواب وكل الشبابيك وكل حاجة حتى شباكة قابل اللي كان دخل منه قفلوا كل حاجة مقفولة وانت ما فيش اي حد هيقدر يقضحهم ويدخل في البيت في الوقت اللي هو موجود في في البيت. وطبعا خلوا بقى لكم هو كان سامع ان فيه كلام في الموبايل بس ما يعرفش الكلام ده ايه? فبرضو كان فيه سنة قلق ان ممكن حبيبها يرجع في اي وقت. بس طبعا اه مع الاسف دي كانت حاجة مش وردة لان احنا هارفين انها ما كانتش بتفق على كده. بس هو كان مرعوب طول الوقت من حاجة زي دي. المهم ان هو طبعا وهو جاي جاب ملابس برضو معاه. وفي الوقت ده بدأ يقنحها ان هي لو تعاونت معاه ولو فضلت تسمع كلامه ولو ما عملتش اي حاجة غلط وعملت كل اللي هو عايزه هو بس هياخد الصور اللي هو عايزها وهيمشي ويسيب البيت. عايز اقول لكم ان هو كمان مش بس لما تلع فوق اه جاب ملابس ده كمان جاب مصابيح لان الاضاءة يعني جاب كشفات من فوق لان الاضاءة بتاعة القبو مكادش عجباه. فالصور اللي كان بيس ورها مكادش طلع حلوة قوي يعني. فالموضوع ده ايه جدا فجاب ما كشفات من بيتها. المهم انه بعد ما اقنحها بالكلام ده اه فك ايديها. واول ما فك ايديها هي حاولت ان هي تقاوم تاني وحاولت ان هي تضربه وهنا راح ضربها تاني. بصوا مع الاسف التفاصيل اللي انا هقولها دلوقتي صعبة شوية. وممكن تدايق آآ ناس كتير لان هي بجد يعني شبه قمة السادية فلو حد ده حابب يعدي اللي ادي او اللي او نص الجايين يقدر ان هو يعديها. هو لما هي قومته اخر مرة خدها وطلع بيها على طول على شعلها ووديها للسرير وربطها في سريرها. وطبعا كل ده وهي مش شايفة اي حاجة وعنيها الاتنين متغمين وفيش ريط لصق على بقها. وبدأ هنا يا جماعة يعمل فيها كل حاجة بشعة ممكن تتخيلوها في حياتكم. بدأ يعزبها باسوأ الطرق. بدأ يعتدي عليها الساعات وساعات وساعات انا ما بتكلمش على ديقة ولا دقتين انا بتكلم على ساعات. بدأ يعتدي عليها بكل آآ يعني كهو اعتدي عليها شخصيا وبدأ يعتدي عليها بادوات تانية. بدأ يعزبها بكل اداة تخطر على بالكم. والبنت كل ده بتكاوم. وبدأت تترجم ويسيبها تعيش لان هي بدأت تحس ان بعد كل اللي عمله ده مش هيسيبها تعيش اصلا. وهنا في وسط كل ده كان بيعمل نفس النمط بتاعه اللي بيعمله مع كل الضحايا انه هو يصورهم صور عادية بس كان كمان بيصور فيديو. يعني كل حاجة كان بيعملها معاها في الفترة دي كانت بتتصور فيديو. وفي الوقت ده هو قرر ان هو زي ما قلتلكم مرعوب ان حبيبها هيجي يطلع برا يتأكد ازا كان حبيبها قدر ان هو يعني يجي ولا حاجة او كده. فطلع برا عشان يشوف فيه ايه? وهي هنا قدرت ان هي ترمي نفسها تتضحرج وترمي نفسها من على السرير وتقوم وتحاول تدخل لسويت خاص كده او مكان خاص عندها في البيت وتقفل على نفسها بمفتاح. بس مع الاسف طبعا هي مش شايفة وهي بتتحرك فيه صورة او متعلقة على الحيطة وقع اتقسر وطبعا الصوت ده نبهه وخليه وخلاه ان هو يجي بسرعة وطبعا هي مش شايفة حركته اسرع من حركتها فعلى طول قدر ان هو يرجحها للسرير تاني. وهنا بدأ ان هو هيكمل الحاجات المريضة وبدأ يقول لها ان هو هيقتلها فعلا لو ما كملتش اللي هو عايزه وبدأ يلبسها الملابس وبدأ يشورها وبدأت هنا ان هي خلاص بقى يعني تعمل اللي هو عايزه كله لحد ما في الاخر وهي نايمة على السرير جاب مخدة وحطها على بوشها وكان بيحاول ان هو يخلقها بالمقدم. بس ماري فرانس بالرغم من كل اللي حصل فيها ده كانت قوية وحاولت ان هي تتحرك يمين وشمال يمين وشمال عشان ما يقدرش ان هو يسيطر عليها. فضلت تقاوم لحد اخر لحظة. بس هو هنا عمل اكتر حاجة قزرة وبشعة ومريضة في القضية دي بجد يعني ان هو قال لها ان هو مش هيقتلها وهديها وقال لها خلاص وانا اسف وانا هلم حكتي وهمشي وبعد كده انا مليش دعوة بك وخلاص وراح ما هديها البنت هدية فرحة جدا انها خلاص مش هتموت بس في الوقت ده هو كان نضاحك عليها وكان قطع قطعة شريط لاصق تانية واول ما خلاص هي هدية راح حط القطعة التانية على مناخرها وبكده مناخرها مقفولة ونفس الوقت وقاها مقفول كل منافذ الهوة اتقفلت وحط المخدة عليها وكمل عملية الخنق وكل اللي بحكيه لكم ده يا جماعة متسور على فيديو طبعا غير الصور اللي كان بتتاخد للحاجات التانية بعد كده طبعا لما كل حاجة استخدمها لما كل الهدوم لما كل حاجة من القبو اي حاجة استخدمها من بيتها حتى المصابيح او الكشفات اللي جابها عشان يزود الدوق كل ده خدو عشان ما يسبش اي دليل وراه وفعلا يا ما يسبش ولا اي دليل وراه حتى عملية الاعتداء الدي ان ايه البروفايل كان ضعيف جدا مستحيل يقدروا ان هما يعني كيمية ضعيلة جدا ما ينفعش ان هي تكون بروفايل دي ان ايه فالشخص ده واضح ان هو كان حريص واخب باله من كل حركة بيعملها عايزة اقول لكم يا جماعة ان الراجل ده حتى في تنظيفه المصرح الجريمة كان منشغل الفيديو وهو بيصور يعني انا مشوفتش كده المهم ان دلوقتي ماري فرانس حبيبها اتصل بها تاني يوم عشان تروح للعشاة لما ما جاتش آآ بس هي ما ردتش عليه فدي اللي حاول يتواصل بها كزا يوم ما ردتش عليه فهنا هو راح اتصل بالشرطة واتصل بالشرطة جماعة بعد تلات ايام من وفاة ماري فرانس وقال لهم ان هو الان جدا عليها وقدم بلاغ شخص مفقود تمام بلاغ الشخص المفقود كان يوم ستة وعشرين حداشرة سنة الفين وتسعة في الوقت ده الشرطة لما جات ولقيت ان كل حاجة متأفلة كل الابواب متأفلة حتى زي ما قلت لكم شباك القبو افل ولما خرج خرج من باب المطبخ وبرده افل باب المطبخ وراه فما فيش اي مدخل او مخرج فاللي دخل البيت ده يا اما مع المفتاح يا اما اللي في البيت تعرفه فطبعا اول حد يشكه فيه هو حبيبها اللي اتصل اصلا بلغ عنها يعني ان هي ان هي مفقودة بدأوا يستجوبول ساعات وساعات وساعات ضغطوا عليه كتير قوي لدرجة ان هو برضو قاعد يقول لهم اعملوا لي اختبار كشف الكذب يخدوا دي ايه يخدوا بصمات يعملوا اللي انتوا عايزينه برضو ملاقوش اي دليل ضدوا واضطروا غصبا عنهم ان هما يسبوهم مفيش حاجة واصلا مفيش اي دليل في مصرح الجريمة نفسه برضو للآت النهائي يعني حتى اللي خدوه من حبيبها مفيش حاجة يقرنوا بيها فدلوقتي اه هما كل اللي عملوه ان هما بدأوا دلوقتي يفكروا يعني مش ربع فيهم تانين تكون هي تعرفهم فبدأوا يفكروا في طيار شغال معاها في الجيش والطيار ده كان يعني اللي هو حبيبها شوية بس هي ما كانتش حابة الموضوع وهي مرتبطة فالمهم يعرفوا الكلام ده من الجيش جابوه استجوبوه برضو عادة من اختبار كشف الكتب وبردو خدوه بصمات ودي ان ايه اللي مش بيعملوا بيهم حاجة وبردو الشخص يا جماعة تلاعملوش اي علاقة بالموضوع وخدوا بالكم دي شخصية كانت شخصية مرموقة في الجيش زي ما قلت لكم وكانت على طول مع رئيس الوزراء كان دي جنبا اللي جنب في كل رحلاته فطبعا كان فيه ضغط كبير عشان القضية بتاعتها تتحل وبالرغم من كل الضغط الكبير اللي انا بقول لكم عليه ده الا ان القضية خلاص شبه بقت كل ده ما كانش في ايدهم حاجة يعملوها ما عندهمش دليل على اي حاجة وهم حتى مش لقيين دافع هم مش عارفين يعملوا حاجة والقضية فعلا خلاص بقت شبه كل وعايز اقول لكم ان كل ده وبردو ما ربطوش بين اللي بيحصل مع ماري فرانس وجريمة الجريمة بتاعت لها وبين الحاجات الغريبة اللي بتحصل في تويد بس هم هنا كانوا ارتاحين لحاجة واحدة بس قالوا ان يعني قاتل زي ده لسه برتكب جريمة مستحيل لما الدنيا تقلبت طبعا بقى والجرائب كلها اتكلمت عن ماري فرانس والجريمة اللي حصلت مستحيل عارف ان العيون كلها دلوقتي مركزة عليه مش هيرتكب جريمة مش هيفكر يعمل حاجة زي كده كل اللي هيفكر فيه دلوقتي ان هو يحدى شوية يبعد عن الانظار عشان ما يتكشفش بس اللي احنا بنتكلم عنه مش شخص خالص من الاشخاص اللي هم ما كانوا حاطنا يعني مفتكرينه لا اللي احنا بنتكلم عنه شخص من الاخر ما بيفرقش عنده اي حاجة اشتركوا في القناة